بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان درس المناقشة البيانية الوسيطية الأفقية والمائلة والدورانية شرحة مفصل بنسخة جديدة يعني فيديو جديد أنصح به شعبة العلم التجربية والتقني الرياضي والرياضي وشعبة التسير واقتصاد لأنه فيديو رائع وشامل ولمن لا يريد مشاهدة الفيديو يمكن إيجاد ملف بيديف أسفل الفيديو حيث يكون مكتوب على الأوراق حيث قال أف دالة عددية معرفة على المجال من الصفر إلى الزائد مانية وسي أف منحناها البيانة ممثل في معلم متعامل متجنس أو إيجي في شكل مقابل ها هو عندنا المنحنة قال تي مماس عند النقطة آذة الهداثية واحد صفر معادلة تهو هذا المماس هو إيج رجس وإنه إثنان إكس ناقص إثنان قال ناقش بيننا حسب قيم الوسيط الحقيقي أم عدد حلول المعادلة في كل حالة إذن عندنا واحد روماني هذا واحد روماني معناه مناقشة أفوقية حيث هذه أفوقية لماذا؟ لأن لا يوجد في هذه الجهة من هنا إكس عندنا الثانية عندنا ما إلى بقيت لنا الآن المناقشة الثالثة هي المناقشة الدورانية قال برهن أن جميع المستقيمات تي أم تشمل نقطة ثابتة يطلب تعيين إحداثيها ثم ناقش بيانيا عدد حلول المعادلات ما هي المعادلات أبنائي لاحظوا جيدا إذن المعادلات هي أف لإكس سعينا أم إكس ناقص أم وأف لإكس سعينا القيمة مطلقة لأم في إكس ناقص واحد وأف لإكس سعينا لغة إثم أم في إكس ناقص واحد وهنا أف لإكس سعينا أم مربع في إكس ناقص واحد حيث كل مرة نذكر أم أين ينتمي إذن ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة إذن ننطلق أبنائي في الشرح إذن يأتينا دائما سؤال ناقش هكذا ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي عدد وإشارة حلول ومرأة يأتينا إلا عدد حلول المعادلة ما هي المعادلة التي ها هي أمكم نحن نعلم أبنائي عندنا المناقشات عندنا ثلاث حالات عندنا هكذا أولا عندنا الأفقية لاحظوا جيدا إذن الأفقية الأفقية ما هي هي تكتب هكذا F لإكس يساوي لنا B يعني يكون هذا الجزء معدوم حيث هنا يكون ماذا الوسيط مثال عندنا مثلا F لإكس تساوي لنا مثلا M أو مثلا F لإكس تساوي لنا مثلا M مربع أو F لإكس مثلا تساوي لنا مثلا F لأم كلها مناقشات أفقية إذا كان لا يوجد عندنا X هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أبنائي عندنا المائلة المائلة من هو المائلة هي التي تفتب هكذا F لإكس يساوي لنا A إكس زائد B حيث هذا يكون ثابت مثلا 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 حتى تفهموا جيدا F لإكس تساوي لنا ماذا تساوي لنا A إكس زائد B أو F لإكس مثلا تساوي لنا A إكس زائد 3 كلها هذه لما يكون معامل التوجيه هذا ثابت اعلموا أنها مائلة والمائلة تكون عندها علاقة إما بالمماس أو المستقيم المقارب المائل عندنا كذلك المناقشة الأخيرة التي هي الثالثة الدورانية الدورانية أكيد تكون عندها نقطة دوران يكون F لإكس تساوي لنا A إكس زائد B هذا يكون يتغير يعني الوسيط مثال مثلا نقول مثال F لإكس يساوي لنا مثلا إثناء أو M هكذا M إكس أو F لإكس مثلا يساوي لنا M إكس زائد M مثلا المهم هذا يكون يتغير مثلا F لإكس تساوي لنا القيمة المطلقة لآم في إكس زائد مثلا القيمة المطلقة لآم المهم لما يكون هذا الذي يتغير فاعلموا أنها دورانية في كل هذه الحالات إذن هذه الحالات الثلاثة التي يمكن أن تحصل عليها وكلها سوف تشرح في هذا الفيديو بالتفصيل الممل ثم بعدها أبناء يأتينا كذلك مرة يأتينا ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي M عدد وإشارة حلول المعادلة لاحظوا إكس مربع زائد واحد ناقص M في إكس زائد إثناني M يساوي السفر ويقول ناقش بيانيا ناقش بيانيا معناه يجب علينا اسمعوا جيدا من هذه العبارة اسمعوا جيدا نجد ماذا نجد F لإكس يساوي ماذا يساوي شيئا فيه ماذا فيه M لا يهم هذا الشيء إما أن يكون إما على الأفقية ونتحصل عليه هكذا أو ما إلى هكذا أو دوراني المهم نجد من هذه العبارة نجد هذه عبارة الدالة تساوي شيئا لا يهم هذا الشيء ما هو تعالوا ننطلق تصبح لنا هكذا M أو عقفوا X مربع زائد أنشروا هذا في هذا تصبح لنا زائد X ناقص M X زائد إثناني M يساوي السفر ما رأيكم أن ننقل هذا وهذا إلى الطرف الآخر تصبح لنا X مربع زائد X يساوي لنا ماذا يساوي لنا M X ناقص 2M ثم بعدها ماذا تصبح لنا X مربع زائد X يساوي لنا M في X ناقص 2 هذا ينقل إلى هنا تصبح لنا X مربع زائد X على X ناقص 2 يساوي لنا M وهذا ما هو أليس هذه هي نفسها F X فأصبحت لنا F X تساوي لنا M يقول أحدكم يا أستاذ هل نجد دائما M لا قلت ليس نجد M الأصل هو أن نجد عبارة الدل F ومن هنا لا يهم ماذا نجد يمكن أن نجد M مربع M لغة أم أسية أم المهم كوس M المهم نجد أي شيء الأصل هو أن تبحث على F X تساوي هنا يعني نكتب هنا ليس ليس شرط أن نجد M وحيد يعني حتى تفهموا جيدا مثلا مثال مثل 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 نجد ماذا F هذا دائما ركزوا على استخراج دل عبارة F أما الجهة الأخرى التي تهتم سوف تكون عبارات متعددة وعديدة بعدها أبنائي ننطلق الآن في شرح الأمثلة التي ذكرناها في الأول إذن ننطلق أبنائي في الحل حيث قلنا قال ناقش بيانين حسب قيم الوسيط الحقيقي M عدد حلول المعادلة في كل حالة إذن عندنا 1 F لإكس تساوي لنا M حيث M ينتمي إلى R إذن نكتب هنا الحل لاحظوا أولا عندنا هذه الجملة نكتبها نقول هكذا الحلول البيانية لمن للمعادلة ما هي المعادلة F لإكس تساوي لنا M هي ما هي الحلول البيانية هي فواصل أولا هي فواصل يعني هنا على إسقاط على محور الفواصل فواصل نقط تقاطع ماذا المنحنة CF مع المستقيم إذا سميناه DM هكذا ذو المعادلة ما هي المعادلة أبنائي هي Y يساوي دائما ننزع كلمة F لإكس ونضع كلمة Y يساوي لنا ماذا يساوي لنا M إذن هذا المستقيم سميناه DM ذو المعادلة ماذا Y يساوي لنا ماذا يساوي لنا M هذه مناقشة كيف هي أفوقية إذن نأتي الآن أبناء ها هو المستقيم وينطلق من هنا من الأسفل ويبدأ بالسعود لاحظوا هكذا انظروا الآن كم يوجد لنا من تقاطع ها هو تقاطع وحيد لو نكمل عملية السير لاحظوا وانتبهوا أرجوكم حل 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 ما معنى كلمة حل يعني لما نتوقف نجد تقاطع واحد نسقطه هنا يأتينا في الجهة المجابة إذن حل موجب نأتي الآن نكمل حل 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 إلى غاية ماذا إلى غاية هذا المكان لو نزيد انظروا يصبح لنا إذن من أين انطلق انطلق من هنا حتى إلى هنا إذن ماذا نقول نقول واحد أم أصغر أو يسأل لنا سفر أو ماذا إذن هنا نكتبه على شكل متبين أو أم ينتمي إذن هكذا ينتمي من ناقص مال نهاية إلى صفر للمعادلة ماذا حلا وحيدا لأن يوجد لنا تقاطع وحيد إذن من هنا من ناقص مال نهاية إلى غاية هذا المكان أو نكتبها على شكل متبين حتى يصل الأمر نكتبها على شكل هذه المتبين أو نكتبها على شكل مجال كلاهما صحيح ثم الآن بعدها نكمل الآن عملية السحب انظروا ها هو بدأ كم الآن يجد لنا من تقاطع يجد لنا تقاطعان ها هو واحد وها هو الآخر نكمل الآن عملية سير انظروا تقاطعان 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 إلى غير هنا من أين يعني من هذا المكان إلى هنا يعني المرحلة الأولى هذه إذا سمعناها المرحلة الأولى المرحلة الثانية من هنا إلى هنا المرحلة الثانية حتى تفهموا الفكرة إذا من أين انطلق انطلق من الصفر إلى الواحد إذا نكتب هنا اثنان ينتمي ما بين الصفر والواحد للمعادلة حلان كيف هما متمائزان يعني غير متساويا ثم بعدها أبنائي يأتي المستقيم يصل إلى هنا كم يجللنا من تقاطع يجللنا هنا التماس ليس تقاطع وفي نقطة التماس نقول حل مضاعف فرق بين هذه انظروا هنا هنا تقاطع هنا ها هو تقاطع فنقول حل وحي أما في هذا المكان عند التماس نقول حل مضاعف إذا نكتب هنا ثالثا كم يساوي يساوينا واحد للمعادلة ماذا حلا مضاعفا نعرف حتى قيمته x0 كم يساوي يساوينا اثنان ها هو أمامكم انظر لاحظتم ثم بعدها أبنائي نأتي الآن إلى المرحلة الرابعة الرابعة هو أن المستقيم من هنا ويكمل سير وهل يجد تقاطعات لا يجد تقاطعات فنقول يكون أكبر من الواحد لا يجد حلول للمعادلة فقط أرجو قد فهمتم أبنائي إذا فهمتم الحالة الأولى سوف تفهم بقية الحالة إذن من هنا حل 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 حتى إلى هنا ثم حلان ثم حل مضاعف ثم لا يجد حلول فقط بما أنهينا من الحالة الأولى نأتي الآن إلى الحالة الثانية F لX تسعين ناقص أهم كذلك نكتب هنا الحل لاحظوا كذلك الحلول البيانية لمن للمعادلة F لX تسعين ناقص M هي فواصل نقط تقاطع ماذا تقاطع CF مع المستقيم ذو إذا سميناه دائما نسميه DM ذو المعادلة Y يسعين ماذا يسعين ناقص M كذلك إنها مناقشة أفقية لأنها خالية من X إذن هنا مباشرة ها هو المستقيم وينضلق تقاطع تقاطع وحيد 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 إلى غاية ماذا إلى غاية هنا فماذا نقول أبنائي إذن واحد مباشرة نقول هكذا ناقص M نقل أو يسعين لنا الصفر ومنه ماذا ومنه نضرب هذه في الناقص حتى نستخرج قيمة M كيف هو أكبر من ماذا أو يساوي الصفر للمعادلة ماذا حلا وحيدا يا أبنائي الكثير يقول يا أستاذ معناه الآن هنا من هنا لا الآن لا يظهر هنا في البيان أو في المعلم لأنه وسيط حتى نفهم جيدا الذي يظهر هو ناقص M لكن أم لا يظهر لهذا عليكم أن تفهموا كلمة الوسيط الوسيط هو له حتى درستم في الفيزياء في التفاعل مثلا الحرارة هي عبارة عن وسيط في التفاعل لكن لا يظهر لا يوجد له مكان لاحظوا وانتبئوا حتى تفهموا الفكرة ناتي الآن إلى ثانيا لما يكون من هنا لاحظوا يكون المستقيم ها هو أمك انظر من أين المستقيم انطلق من الصفر إلى غاية واحد حلاء إذن نقول ناقص محصور ما بين الصفر والواحد نضرب متبيناء في الناقص فاصبحنا آم ماذا نقل من الصفر وأكبر من ناقص واحد لأن هذه ضربها في ناقص واحد للمعادلة حلان متمايزان حتى تفهموا الفكرة جيدة لأذا لا نتعمل بناقص آم إنما قال هو حسب قيم آم يعني نستخرج قيم آم للمعادلة حلان متمايزا نأتي الآن إلى المرحلة الثالثة لما يكون عندنا في هذا المكان إذن هنا كم نقول ناقص آم يسعينا واحد نظر في الناقص أي أن آم يصبح يسعينا ناقص واحد للمعادلة حلا كيف هو مضاعفا ثم نأتي الآن إلى المرحلة الرابعة ناقص آم أكبر من الواحد لماذا لأن سوف يصعد إلى هنا أي آم يكون أصغر من ناقص واحد لا يوجد لا يوجد حلول للمعادلة فقط أرجو قد فهمتم الفكرة بعدما أنهينا من هذه الحالات الآن إلى الحالة الثالثة عندنا فليكس القيمة المطلقة لآم حيث آم كذلك نتمي الآن الحل الحلول البيانية للمعادلة فليكس القيمة المطلقة لآم هي فواصل نقط تقاطع سي أف مع المستقيم دي آم دو المعادلة نفس الشيء هي قلنا إي يسعينا ماذا يسعينا القيمة المطلقة القيمة المطلقة لآم أكبر أو يسعينا صف يعني المناقشة من أين تنطلق لا تنطلق من هنا إحذر و سوف تنطلق من هنا لماذا لأن في هذه الجهة ماذا أعطيكم مثال إي يسعينا نقص واحد ما معنى معنى القيمة المطلقة لآم يسعينا نقص واحد وهذا غير مقبول إذن من أين تنطلق المناقشة تنطلق من محور واحد لأن القيمة المطلقة قلت تكون مجبة إذن لا يمكن أن نتطرق إلى هذه الجهة لهذا إحذر أولا نقول القيمة المطلقة لآم يساوي لنا الصفر أي آم كم يساوي يساوي لنا الصفر للمعادلة حلا وحيدا ها هو تلك الحل في هذا المكان بعدها أبنائي نأتي الآن إلى هنا ويبدأ بعمل يتلاحظ تقاطعان 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 إلى غاية هنا يعني نقول ثانيا القيمة المطلقة لآم محصورة ما بين الصفر والواحد أي ماذا أبنائي أي أن آم يكون ينتمي اسمع من ناقص واحد إلى صفر اتحاد من الصفر إلى الواحد لماذا لأن عندنا قاعدة أرجو منكم أن تفهموا قواعد القيمة المطلقة أن القيمة المطلقة لإكس أفوا القيمة المطلقة لإكس محصورة ما بين البي والآ حيث وآ قيمة مجب أكيد والبي قيمة مجب معناه معناه إكس يصبح ينتمي من ناقص ب إلى ناقص آ اتحاد من آ إلى ب هذه قواعد أرجوكم قوموا بحفظها أو فهمها لاحظوا وانتبهوا إذن هنا كذلك ها هي أمامكم نقول للمعادلة ماذا حلان كيف هما متمائزان بعدها نأتي الآن إلى هنا في الجبل فماذا نقول ثالثا القيمة المطلقة لآ يسوي لنا واحد أي آ إما يسوي لنا واحد أو آ يسوي ناقص واحد للمعادلة ماذا حلان مضاعفا قيمته إذا قلنا إكس سفر كم يسوي إثنان ثم بعدها أبنائي ها هو يكمل هل يجب تقطعات لا يجب لنقول رابعا القيمة المطلقة لآ أكبر من الواحد أي آ يصبح ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد اتحاد من الواحد إلى زائد ما لا نهاية هذه قواعد القيمة المطلقة القيمة المطلقة لي إكس أكبر من آ فإن إكس ينتمي من ناقص مدنية إلى ناقص آ اتحاد من آ إلى زائد مدنية نقول لا يوجد حلول لمن للمعادلة فقط يا أبناء يقول القيمة المطلقة عليكم أن تكونوا حافظين هذه القوانين لكي تزيلونها الذي يكتب هكذا مثلا يقول يا أستاذ وإذا كتبت القيمة المطلقة لآن محصورة بين الصفر وواحد نقول للمعادلة لا نريد قيم آم ليس قيم القيمة المطلقة لآن بعدما أنهينا من هذا المثال نأتي الآن إلى المثال الرابع كذلك ف لإكس هي القيمة المطلقة لآن ناقص واحد آم ينتمي إلى آر نقول كذلك الحلول البيانية للمعادلة آف لإكس القيمة المطلقة لآن ناقص واحد هي فواصل نقط تقطع سي آف مع المستقيم دي آم ذي المعادلة إجراج يسي لنقيمة المطلقة لآن ناقص واحد إذن ننطلق إذن هنا كذلك أبنائها هو المستقيم هل ننطلق من هنا لا يا أبنائ لأن القيمة المطلقة شيء مجب إذن ننطلق من هذا المكان إذن أولا نقول هكذا القيمة المطلقة لآن ناقص واحد قيمة كيف هي مجابة ليس تم إنما مجابة إذن ننطلق الآن من واحد نقول القيمة المطلقة لآن ناقص واحد يساوينا كم الصفر لأن هنا ها هي إمامكم الصفر أي ماذا أي آم ناقص واحد يساوي الصفر ننقل هذا إلى هنا فاصبحنا آم يساوينا واحد للمعادلة حلنا وحيدا هذه واحد نأتي الآن إلى المرحلة الثانية يكون عندنا أكيد من هنا إلى هنا يعني من الصفر إلى الواحد إذن ثانيا القيمة المطلقة لآن ناقص واحد محصورة بين الواحد ماذا والصفر أي هنا نقوم بالنزع واحذروا اسمعوا جيدا نقول هكذا آم ناقص واحد يكون ينتمي من ماذا من ناقص واحد إلى الصفر اتهاد من الصفر إلى الواحد لكن هذا من هذا الذي داخل القيمة المطلقة ومنه أي اسمعوا جيدا هنا نقوم بتفكيك القيمة المطلقة تتعلموا أي أن نقول آم ناقص واحد يكون محصور ما بين الناقص واحد والصفر أو ماذا أو آم ناقص واحد يكون محصور ما بين الصفر والواحد يقول هذا لم أفهم هذا محصور هنا أو محصور هنا اقرأ كيف تقرؤون ألا تقرؤون أن آم ناقص واحد محصور بين ناقص واحد والصفر أو آم ناقص واحد محصور بين الصفر والواحد ها هو أممكم لاحظتم الآن نريد أن نتخلص من ماذا نتخلص من الناقص واحد الموجود نضيف من هنا زائد إذا نضيف من هنا ماذا لاحظوا انتبهوا أرجوكم نكتبوا بخط أصغر حتى تلاحظوا كل شيء بمعنكم إذا هنا آم ناقص واحد نضيف الواحد إلى كل طرف هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد كذلك نضيف هنا واحد ونضيف هنا واحد ونضيف هنا واحد لماذا حتى نرتخلص من الناقص واحد الموجود يعني هذا يذهب مع هذا وهذا يذهب مع هذا فماذا ينتج ينتج أن أن آم يصبح محصور ما بين الصفر والواحد أو يصبح محصور ما بين الاثنان ماذا والواحد لماذا أبنائي لأنها ها هو أمامكم ذهب من هنا بقيت لكم من هنا الصفر ومن هنا الواحد ومن هنا الاثنان ومن هنا الواحد نقول للمعادلة ماذا حلان كيف هم متمائزان لهذا قلت لكم عليكم بفهم القيمة المطلقة كما ينبغي بعدها أبنائي نأتي الآن إلى المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة كذلك القيمة المطلقة لأم ناقص واحد ماذا تساوي تساوينا واحد يعني يكون في هذا المكان ننزع وتصبح لنا أي أن القيمة المطلقة عفوا أم ناقص واحد يساوينا واحد أو أم ناقص واحد يساوينا ناقص واحد لأنه إذا نزعت القيمة المطلقة تساوينا ذلك العدد أو عكسه هنا ونقول هذا إلى هنا وهذا إلى هنا يصبح لنا أم يساوينا اثنان أو يسألنا صفر للمعادلة ماذا نقول للمعادلة حلا كيف هو مضاعفا الحلول دائما تبقى هي هي الذي يتغير هنا عندنا هو قيم آن فقط إذن المعادلة حلا مضاعفا ثم نأتي الآن نكمل والحل المضاعف نقول اكس صفر يسألنا اثنان نأتي الآن إلى المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة القيمة المطلقة لآم ناقص واحد أكبر تمامنا الواحد أي ماذا أي أن آم ناقص واحد يكون ينتمي من ناقص مال نهاية إلى ناقص واحد اتحاد من الواحد إلى زائد مال نهاية لكن هذا من؟ هذا آم ناقص واحد وعلنا نحن نستخرج مال نستخرج آم قلت دائما عليكم أن تستخرجوا قيم آم أي هذا إذا فسرناه ما المقصود؟ أي أن آم ناقص واحد أصغر من ناقص واحد أو آم ناقص واحد أكبر من الواحد يا أبناء إلي أقول أحدكم هذه إذا قرقتمها كيف تقرؤونها؟ تقرؤونها آم ناقص واحد أصغر من ناقص واحد أو تقرؤونها من جهة أخرى كيف؟ تقرؤونها أنها آم ناقص واحد أكبر من الواحد هنا أكبر من الواحد وهنا أصغر من ناقص واحد لا يوجد حلول للمعادلة يعني هنا في هذه الأمثلة التي تحمل القيمة المطلقة يصبح ليس المشكلة في الحلول إنما كيفية نزع القيمة المطلقة وهنا عليكم أن تتعلموا خواص القيمة المطلقة كما ينبغي هكذا أبناء نأتي الآن إلى المثال الآخر إذن نأتي إلى المثال الخامس عندنا ف لإكس سينا أم مربع حيث أم يمسح أر نقول الحلول البيانية للمعادلة ف لإكس سينا أم مربع هي فواصل نقاط تقاطع سي أف مع المستقيم دي أم ذو المعادلة إكس سينا أم مربع كما تعلمون كذلك أن أم مربع قيمة كيفية موجبة نقول كذلك أن نعلم أن أم مربع كيفية قيمة موجبة إذن من أين تنطلق المناقشة تنطلق من هذا المكان فما فوق إحذر وتنطلق قلت من هنا فما فوق لأنها موجبة إذن نقول أم مربع يعني واحد أم مربع يسينا صفر أي ما هو العدد الذي إذا ضربناه في نفسه مرة يعطينا صفر إنه الصفر إذن أم يسيو صفر للمعادلة حلا وحيدا نأتي الآن أبنائي من هنا عفوا من هنا عفوا إذن قلت يكون عندنا كذلك الأمر الآخر يكون من هنا إلى هنا يعني من الصفر إلى الواحد إذن نقول ثانيا أم مربع محصور ما بين الواحد والصفر الآن نجذر أي تصبحنا هكذا أم مربع نجذره ونجذر الواحد ونجذر الصفر ومنه ماذا كما تعلمون أن هذر كذلك جذر إكس مربع في الرياضيات هو القيمة المطلقة لإكس هذه تكون على تريبيا كذلك هنا يصبحنا القيمة المطلقة لأم أقل أقل أكبر وهكذا من الصفر والواحد الآن نعود إلى نفس الشيء القيمة المطلقة لما تكون محصورة بين قيمتهم أي أنه ماذا أنه أم يكون ينتمي من ماذا من ناقص واحد إلى الصفر اتحاد من الصفر إلى الواحد للمعادلة حلان كيف هما متمائزان نأتي الآن إلى المرحلة الثالثة أم مربع يساوي لنا واحد يعني يكون عندنا في هذا المكان نجذر أي نصبحنا جذر أم مربع يساوي لنا جذر واحد أي القيمة المطلقة لأم تساوينا واحد ومنه يصبح لنا أم يساوي واحد أو أم يساوي ناقص واحد للمعادلة حلا كيف هو مضاعفا قيمته نعلم بها إكس سفر يساوينا كم؟ يساوينا اثنان نأتي الآن إلى رابعا إذا كان المستقيم يقع في هذه الأماكن فلا يوجد حلول فنقول هكذا رابعا نحن سوف نناقش إذا أم مربع أكبر تمام من الواحد أي جذر أم مربع أكبر من جذر واحد أي أن القيمة المطلقة لأم أكبر من واحد ومنه يصبح لنا أم مثل ما قلنا ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد اتحاد من الواحد إلى زائد ما تعلموا كيف تنزعوا القيمة المطلقة إذن نقول لا يوجد حلول للمعادلة وانتهى فقط أبنائي بعدما أنهينا من هذه الحالة نأتي الآن أبنائي إلى الحالة السادسة أفليكس سينا جذر أم حيث أم ينتمي إلى أرزايد يعني لماذا لأنه يجب أن يكون قيمة مجابة لأنه تحتاج الجذر نقول الحلول البيانية للمعادلة أفليكس سينا جذر أم هي فواسل نقاط تقاطع سي أف مع المستقيم دي أم ذو المعادلة إيقلاك سينا جذر أم كما تعلمون كذلك نقول هكذا فمجيدا نعلم أن أم يجب أن يكون قيمة مجابة إذن هنا أم يكون قيمة مجابة وكذلك وكذلك أن جذر أم يكون قيمة مجابة يعني من أين تنطلق المناقشة تنطلق من هذا المكان لماذا هل يمكن أن نقول جذر أم يسايل نقص واحد لا إذن تنطلق من هنا إذن نقول واحد جذر أم يسايل لنا الصفر نربع أي إذن نقول نربع حتى تفهم جيدا نربع الطرفين إذن الطرفين فماذا نجد نجد أن أم يسايل لنا الصفر للمعادلة حلنا وحيدا نأتي الآن أبنائي كذلك من هنا إلى غايتنا يعني من الصفر إلى الواحد إذن نقول ثانيا جذر أم محصور ما بين الصفر والواحد نربع إذن لما نربع الطرفين إذا تصبح لنا أم مع صورة بين هذا لما نربعه يبقى هوه لهو واحد لو كان إثنان أصبح أربعة إذن هكذا للمعادلة حلان كيف هما متمايزان ثم نأتي الآن إلى الحالة هذه هنا إذا كان عندنا كذلك ثالثا جذر أم يسايلنا واحد كذلك نربع لما نجد نجد أم يسايلنا واحد إذن واحد للمعادلة كيف حلنا مضاعفا نعلم قيمته دائما إكس يسايلنا إثنان ثم بعدها يكمل سيره هكذا لليل التقاطعات الله إذن نقول رابعا جذر أم أكبر من ماذا من الواحد نربع ماذا يحدث تصبح لنا أم أكبر من الواحد لا يوجد حلول للمعادلة فقط أبنائي أرجو قد فهمتم مع الجذور يعني الجذور علينا أن نربع فقط بعدما أنهينا من هذه الحالة أبنائي نأتي الآن إلى الحالة السابعة أف لإكس يسايلنا أسية أم ناقص واحد كما تعمل الأسية هي 2.7 بالتقريب مع أم ينتمي إلى الحل الحلول البيانية للمعادلة أف لإكس يسايلنا أسية أم ناقص واحد هي فواصل نقاط تقاطع أف لإكس يسايلنا أسية أم ناقص واحد إذن هنا ننطلق أبنائي إذن من هنا وننطلق بالعمل لاحظ تقاطع واحد كلما توقفنا نجد تقاطع واحد إلى غاية هذا المكان إذن واحد نقول أسية أم ناقص واحد أصغر أو يسايلنا الصفر ننقل هذا إلى هنا أصبحنا أسية أم أصغر من أو يسايلنا الواحد أي ندخل الآن اللغارثم إلى كل الطرف لأن كلاهما مجبن أي لاحظوا وانتبهوا تصبح لنا هكذا اللغارثم أسية أم أقل أو يسايلنا من لغارثم واحد هذا ينزل من خواس اللغارثم يصبح لنا أم هكذا أم في لغارثم الأسية أقل أو يسايلنا لغارثم واحد معروف أنه صفر لكن هذه كذلك لغارثم الأسية معروف أنها واحد أي أن أم يكون أصغر أو يسايلنا الصفر لأنه إلى غاية إلى غاية هنا ويكون يبقى لنا ما زال حل وحيد إذن هكذا أقل أو يسايل صفر للمعادلة حلا وحيدا أكيد موجب لأن كل حل تأتينا في هذه الجهة المجابة نأتي الآن إلى ثانيا كذلك يصبح لنا مستقيم من هذا المكان إلى هنا يعني من الصفر إلى الواحد فنقول ثانيا أسية أم ناقص واحد محصورة بين الواحد والصفر أكيد سوف نضيف ماذا؟ نضيف واحد إلى كل طرف إذن نضيف من هنا واحد ونضيف من هنا واحد ونضيف من هنا واحد فماذا ينتج أبنائي أكيد هذا مع هذا سوف يذهبان فصبحنا أي أنه أسية أم محصورة ما بين الاثنان والواحد ندخل اللغارتم صبحنا اللغارتم أسية أم محصورة ما بين اللغارتم اثنان واللغارتم واحد ينزل هذا إلى هنا من خواص اللغارتم مثلما تحدثنا أي أنه أم يصبح أقل من اللغارتم اثنان وأكبر من اللغارتم الواحد هو الصفر إذن أعيد أن اللغارتم واحد يساوي لنا صفر ولغارتم الأسية يساوي لنا كم صفر عفوا يساوي لنا قلت يساوي لنا واحد هذه خواص عليكم أن تكونوا على درية بها حتى نفهم جيدا الفكرة الأساسية إذن نقول للمعادلة حلان كيف هما متمائزان نأتي الآن إلى المرحلة الثالثة لما يكون المستقيم عندنا في هذا المكان نقول أسية أم ناقص واحد يساوي لنا واحد ننقل هذا إلى هنا أي أسية أم تساوي لنا اثنان ندخل اللغارتم أي نصبحنا أم يساوي لنا ماذا اللغارتم اثنان للمعادلة حلا كيف هو مضاعفا قيمته دائما لا تتغير في هذا التمرير يعني حل في هذا المكان ثم نأتي الآن إلى رابعا عندنا أسية أم ناقص واحد يكون أكبر من الواحد ننقل هذا إلى هنا أي أسية أم أكبر من الاثنان أي ماذا ندخل اللغارتم سبحنا لغارتم عفوا أنه أم أكبر من لغارتم يعني بعدما أدخلت اللغارتم في كل طرف لا يوجد حلول للمعادلة فقط عدد الحلول لا يتغير إنما التي يتغير هي قيم أم في كل هذا المثال الأمثلة التي تطرقنا إليها بعدما أنهينا من هذه الحالة أبنائنا أتي الآن إلى الحالة الثامنة أفليكسينا لغارتم أم حيث أم يكون موجب تماما لأنه داخل اللغارتم نقول كذلك الحل الحلول البيانية للمعادلة فليكسينا لغارتم أم هي فواصل نقاط تقاطع سي أف مع المستقيم دي أم ذو المعادلة إيكسينا لغارتم أم نفس الشيء أبنائي إذن تنطلق أكيد من هنا لاحظوا من هنا حل 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 وحيد 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 إلى غاية المكان إذن نقول واحد لغارتم أم أقل أو يسير لنا الصفر ندخل الأسية على كل طرف أي أسية اللغارتم أم أقل أو يسير لنا من أسية الصفر عندنا خاصية إذا التقت الأسية مع اللغارتم يعني أسية اللغارتم أ ماذا تساوي؟ تساوي لنا أ هذه مع أ يكون قيمة موجب تماما هذه مخواص اللغارتم إذن فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا أم أقل أو يسير لنا أسية الصفر التي هي كواحد للمعادلة حلا وحيدا أرجو قد فهمتم يعني الحلول لا تتغير إنما تتغير قيم أم في كل الأمثلة نأتي الآن إلى الحالة الثانية لما يكون هذا مستقيم في هذه الأماكن يعني من الصفر إلى الواحد فنقول اللغارتم أم يكون ما بين قلت الصفر والواحد ندخل أسية نصبح أسية اللغارتم أم أقل من أسية واحد عفوا أسية واحد وأكبر من أسية الصفر أي أن أم يصبح محصور ما بين الأسية والواحد لأن هذه أسية واحد هي الأسية وأسية صفر هي الواحد نقول للمعادلة حلا كيف هما متمايزان نأتي الآن أبناء إلى المرحلة الثالثة إذن لما يكون عندنا في هذا المكان فنقول لغارتم أم يساوينا واحد ندخل أسية أي ماذا أي أسية اللغارتم أم يساوينا ماذا أسية الواحد أي أم يصبح يساوينا الأسية للمعادلة حلا مضاعفا قيمته دائما إكس صفر يساوينا إثنان ثم الآن ها هو يكمل سيرة وهل يوجد حلول لا يوجد حلول نقول رابعا لغارتم أم أكبر من الواحد أي أم بعد إدخال الأسية يصبحنا أكبر من الأسية لا يوجد حلول للمعادلة فقط أبناها أرجو قد فهمتم أن الحلول لا تتغير إنما تتغير قيم أم ومجالاته بعدما أنهينا من هذا المثال نأتي الآن إلى المثال التاسع لكن أركز معي قال أف لإكس يساوينا أف لأم يعني في كل إكس من الدالة أف وضع أم حيث أن ينتمي إلى أرنقوه لا لحل الحلول البيانية للمعادلة أف لإكس يساوينا أف لأم هي فواصل نقاط تقاطع سي أف مع المستقيم دي أم ذو المعادلة إيجلاج يساوينا أف لأم يقول أحدكم هذه ما طبيعة أستاذ إنها مناقشة أفقيا يعني هنا المستقيم دائما سوف ينطلق دي أم من هذه الأماكن نبدأ بالصعود لكن الذي يظهر من هو هو أف لأم ونحن نبحث عن قيم أم ركزوا وانتبهوا إذا قلنا أي نقطة وانتبهوا أرجوكم إذا أتيت إلى نقطة بهذا المكان وسميتها أف أم فاعلموا أن ترتيبها ما هو لاحظوا حتى تفهموا الفكرة ترتيبها يكون أف لأم وفاصلتها ماذا تكون؟ تكون عندنا أم الآن أرجو قد تفهموا الفكرة جيدا إذا أتيت وقلت أي نقطة أم أم فإن هذه النقطة فاصلتها تكون أم وترتيبها أف لأم الأمر جد بسيط الآن لو نلاحظ أبنائي انظروا ها هو بدأ المستقيم يصعد كم يجد من تقاطع؟ وحيد وحيد لو توقفت إلى هنا ها هو أف انظروا ها هو أف ها هو أف لأم كيف يكون ها هو عندنا الأم لاحظتم؟ يعني يمكن أن نسميها مناقشة أفقية عمودي يعني المناقشة المستقيم يمشي أفقي وقيم أن تمشي عموديا انظروا ها هو يزيد حل وحيد حل وحيد حل وحيد إلى غاية هنا يعني قيم أف لأم ها هي من هنا أف لأم الآن أين يكون؟ الآن يكون من هنا إلى هنا هذه هي قيم أم أرجو قد فهمتم فنقول واحد أف لأم أقل أو يساعدنا الصفرة أي أم يكون ينتمي من الصفرة إلى القيمة واحد وهنا نتركه مغلق لأنه يكون إذا كان قيم أف لأم على هذا فتكون قيم أم على هذا من أين انطلق أف لأم جاء من ناقش منها إلى غاية هذه القيمة فأم من أين انطلق؟ من الصفر إلى الواحد نقول للمعادلة حلن كيف هو؟ وحيدن لهذا أف لأم يمشي أف لأم يمشي أفوقيا وأم يمشي كيف هو؟ عاموديا لهذا قلت ها هي النقطة أم مع أف لأم الآن نأتي أبنائي لمسعد لاحظوا أف لأم من أين انطلق؟ من الصفر إلى أنظر من الصفر إلى الواحد ركزوا معي إذن ثانيا أف لأم محصور ما بين الواحد والصفر أم من أين يكون يا أبنائي؟ إذا كان قلنا أم يمشي هكذا عموديا هكذا لاحظتم؟ لأن ها هي قيم أم على محوى الفواصل فاعلموا أن قيم أم تكون من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا لأن قيم أم تكون على محوى الفواصل نتفادى القيمة هذه الحدية فقط فنقول أي أم يكون ينتمي من ماذا؟ من الواحد إلى الاثنان هكذا ومن الاثنان إلى غاية زائد مال نهاية يا أبناء يركزوا أرجوكم لأن الكثير يقول لأفهم انظروا أف لأم ينطلق من الصفر إلى الواحد انظروا أي نقطة تقاطع انظروا ها هو أم عندها لو نأتي وننزل هنا لاحظوا فيكون أم ها هو عندها والأخرى أم عندها هنا لاحظتم؟ يعني من أين تكون قيم أم؟ فتكون قيم أم من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا نقول للمعادة لمذا حلان متمائزا ثم الآن آف لأم يكون هنا عند القيمة الحدية آف ثالثا ثالثا آف لأم يسوي لنا واحد آم أين يكون؟ انظروا بالمطابقة مباشرة إذا كان هذا يأتيكم إلى غاية هنا فالآن يكون هنا آم فنقول أي آم يسوي لنا كم؟ إثنان للمعادلة حلا مضاعفا قيمته إكس صفر كم يسوي لنا إثنان أرجو قد فهمتم يا أبني طريقة حل هذه المناقشة إنها تختلف والكثير يقول يا أستاذ هل يمكن أن نوضي قيم آم مباشرة؟ لا إنما ترونها فقط يعني أي نقطة عندها ترتيب وآف لأم الذي يظهر هنا مع المستقيم ها هو أمامكم ها هو المستقيم إذن وآم تكون على الإسقاط على محور الفواصل إذا أتيت إلى هذه النقطة مثلا آم عندها كم؟ واحد وآف لأم كم يكون؟ يكون عندكم؟ صفر أما في هذه الأماكن لما كان عندنا حلان هنا عليكم أن تفهموا فإن آم يكون من هذه الأماكن ومن هذه الأماكن وهذه قيم آم وآف لأم يكون يتحرك من هنا إلى هنا حتى تفهموا الفكرة إذن إذا كان هنا فنقول فإن هنا يكون آف لأم يتحرك مثل ما استعملت الألوان حتى تفهموا جيدا وهنا عندنا آف لأم هنا يوجد إكس أولا ومعامل توجيه ثابت الذي يتغيره هذا البي إذن نكتب هنا أولا الحل إذن نقول الحل مثل ما تحدث نقول الحلول البيانية للمعادلة من هي المعادلة التي هي آف لأكس تسوي إثنان إكس زائد آم هي فواصل كذلك نقط تقاطع ماذا؟ سي آف مع المستقيم تي آم ذو المعادلة إيجراج يسوي إثنان إكس زائد ماذا؟ زائد آم كيف عارفت أنها مائلة؟ انظروا إلى معامل توجيه هذا ثابت إذا كان معامل توجيه هذا ثابت فاعلموا أنها مائلة الآن كيف وصميته تي آم نسبة إلى دائما المناقشة المائلة يا أبنائي يربطونها بالمماس أو مستقيم مقارب مائل حتى تفهموا جيدا الآن ها هو ذلك المستقيم يكون يوازي تلك المماس إذن هنا ها هو يأتيكم مثله يوازيه هكذا أبنائي هكذا يكون نقول نلاحظ حتى تفهموا جيدا نلاحظ أن ماذا؟ أن تي آم ماذا؟ يوازي تي إذن بما أن يوازيه كيف عرفت؟ لهم نفس معامل توجيه إثنان وهذا لهم معامل توجيه إثنان فإنها مناقشة كيف هي مائلة والذي لم ينتبه ما يأتي إلا أن يأتي بهذه معادة اسمعه جيدا نقول يسوينا إثنان إكس زائد آم ويعطي قيم آم من عنده يعطي له ثمن آم مثلا نعطي له سفر ويصبح يعني يسوينا إثنان إكس زائد سفر إثنان إكس زائد سفر لو نقوم برسمه لا يأتينا هكذا لا يأتينا هكذا حتى نفهم جيدا ثم نعطي مثلا الآن نعطي له واحد يعني إيغراج يسوينا إثنان إكس زائد واحد إثنان إكس زائد واحد يأتيكم هكذا كيف عرفتها والآن عرفتها أنها مائلة أنظر ها هو واحد وها هو الآخر إن لم تعرفوا كيف تستخرجون الطابعة أعطوا قيم قيم قيمة يكفيكم قيمة الآن وقوموا برسمهم على المسودة سوف تعرفونها كيف طبيعتها يا أبنائي الآن قلت في المسودة فقط أو تنتبهون إليها مباشرة أنها أن تي أم وتي متوازيا ثم ننطلق الآن انظروا من هو يتغير يتغير لنا البي كما تعلمون البي هو دائما هو ترتيب هذه مثل بي هنا كم يسوي يسوينا ناقس اثنان هنا ناقس واحد هنا صفر هنا واحد هنا اثنان وإلى غاية الزائد مالانه فنأتي الآن إلى المستقيم ها هو بدأ بعملية الصعود كم يجد لنا من تقاطر انظروا يجد لنا تقاطر عن واحد اثنان إلى غاية ماذا أبنائي إلى غاية أن يسقط على هذا لما يسقط المستقيم الأسود على المستقيم الأزرق انظروا إلى قيمة آم بالمتبق كم تصبحوا انظروا اذا نقول واحد أن آم يكون أسفل من ناقس اثنان يعني يأتيكم من هنا إلى غاية هنا يعني هذا هو ناقس آم ناقس آم يكون بالمتبقى أصغر من ناقس اذا نقول للمعادلة كم من حل واحد ها هو إذا أسقطنا هنا والثاني ها هو إذا نقول للمعادلة أحلان كيف هما متمائزان فقط أرجو قد فهمتم الأمر جد جد بسيط ثم بعدها الآن ينطبق عليه إذا انطبق عليه انظروا الآن كم يصبح بالمطابقة انظروا الآن يصبح لنا اثنان إذا نقول لما ينطبق عليه كم يجد لنا من تقاطع لا يوجد تقاطع إنما يوجد تماث إذا نقول ثانيا آم يساوي أنك ناقس اثنان للمعادلة حلا مضاعفا وفيه من يقول لا يا أستاذ نجد الكثير يقول ليس حل هو حل مضاعف أو كذلك أو قلوا حلا واحدا ليس وحيدا لأن هنا في التماس نقول حلا مضاعفا يختلف بين التقاطع والتمس وحتى في الوضعية نقول يقطع وهنا نقول يمس حتى تفهم الفكرة جيدا من قال حلا مضاعفا فهو صحيح ومن قال حلا واحدا فهو صحيح ثم بعدها أبنائي نأتي الآن لنفارق تلك النقطة لاحظوا من أين لا يوجد حلول من أين انطلقنا من الناقس اثنان نقول ثالثا أكبر من ناقس اثنان يعني أصبح من هنا ثماء فوق لا يوجد حلول إذن للمعادلة فقط أبنائي أرجو قد فهمتم وأعيد وأكرر كلمة يمس ليس مثل كلمة يقطع بعدما أنهينا من هذا الجزء وهنا نعتذر هنا ام ليس ناقس ام يعني في هذا المكان ام نأتي الآن بعدها أبنائي إلى المثال الثاني في المناقشة المائلة اف لإفسسين اثنان اكس ناقس ام مع ام دائما ينتمي إلى ار إذن مع ام دائما نفهم أن ام ينتمي إلى ار نقول الحلول البيانية للمعادلة اف لإفسسين اثنان اكس ناقس ام هي فواصل قد تقاطع سي اف والمستقيم تي ام ذو المعادلة ايقلاق يسين اثنان اكس ناقس ام لماذا؟ ما إلا لأن ننظر معامل التوجيه ثابت نقول نلاحظ أن تي ام يوازي لنا ماذا؟ يوازي لنا تي إذن مباشرة أبنائي الحلول تبقى هيه إلا قيم مجالات قيم ام تتغير يعني يأتيكم هكذا يوازيه ها هو كيف يوازيه إذن ننطلق من هنا ونبدأ بالسعود إلى غاية هذا المكان يعني من أين؟ من هنا نقول ناقس ام فنقول واحد ناقس ام أقل من ماذا؟ من ناقس اثنان لأن بالمطابقة سوف تلاحظون هذا ها هو أمكم انظر ها هو لاحظتم؟ إذن نقول أي نضرب في يصبحنا ام نضرب كلاهما في النقس يصبحنا ام أكبر من اثنان للمعادلة للمعادلة ماذا؟ حلان كيف هما؟ متميزان ثم الآن نتوقف عنده لما ينطبق عليه لما ينطبق عليه صبحنا هنا هنا ناقس ام فنقول اثنان ناقس ام يساوينا ناقس اثنان أي ام يساوينا اثنان للمعادلة حلا مضاعفا لأنه يمس أو حلا واحدا هكذا بعدها أبنائي يأتي الآن ليكمي عملية السير ها يوجد حلول؟ لا يوجد حلول إذن نقول ثالثا ناقس ام أكبر من ناقس اثنان أي ام يصبح أقل من الاثنان يعني نضرف في الناقس لا يوجد حلول لمن؟ للمعادلة فقط أرجو قد فهمتم هذه يا أبنائي لحظتم بينها وبين المثال الأول إلا قيم مجالات تغيرت أما الحلول بقيت هي هي بعدما أنهينا من هذه الحالة الآن كذلك إلى الحالة الثالثة في المناقش المائلة افل اكس زينا اثنان اكس زيد ام على اثنان مع ام كذلك ما زال ينتمي إلى ار نكتب كذلك هكذا الحل مثل ما فعلنا في الأمثلة السابقة إذن نقول الحل الحلول البيانية لمن؟ للمعادلة من هي المعادلة؟ افل اكس تساوينا اثنان اكس زائد ام على اثنان هي فواصل نقطة تقاطع ماذا؟ سي اف مع المستقيم تي ام ذو المعادلة ننس الشيء قل دائماً نضعوا افل اكس وضعوا ايجراك حتى يصبح مستقيم سبحانا ايجراك يساوينا اثنان اكس زائد ام على اثنان نقول نلاحظ كذلك ماذا نلاحظ أبنائي؟ نلاحظ ان تي ام هذا يوازي لنا تي لان معامل توجيه ثابت اذا سوف يأتينا هكذا انه يوازيه اذا ننطلق من هنا يصعد يصعد الى غاية هذا المكان يعني الحالة الاولى تكون عندنا ام على اثنان في هذه الجهة نقول واحد ان ام على اثنان يكون اقل من ناقص اثنان نضرب نضرب هكذا تتفهموا في اربعة فنجد ماذا نجد ابنائي؟ نجد ان ام يكون اقل من ناقص اربعة يعني نضرب عفوا نضرب في اثنان اعذرون جزاكم لا وخيرا نضرب في اثنان ليس حتى الاثنان مع هذه وهذه تذهب ليس الاربعة اعذرون جزاكم لا وخيرا اذا ام اقل او يصنع ناقص اربعة للمعادلة حلان كيف هما متمايزان لماذا ابنائي؟ ها هو امامكم انظروا بمعينكم يوجد لنا حلان ها هو واحد وتقاطعان معناه حلان ثم بعدها لما ينطبق عليه هنا مباشرة تصبح لنا ثانيا ام على اثنان يساين كم ناقص اثنان نضرب كذلك في اثنان فماذا نجد؟ نجد ام يساين ناقص اربعة للمعادلة حلان مضاعفا او او حلا كيف هو واحدا ليس واحد لانه حل مضاعف نأتي الآن ابنائي لما يمر من هنا ويزيد في العمل هكذا ثالثا نقول ثالثا ام على اثنان كيف يكون يكون اكبر من ناقص اثنان اي نظرف في اثنان سبحانا ام اكبر من ناقص اربعة لا يوجد علول لمن للمعادلة فقط ابنائي ارجو قد فهمتم الفكرة مجرد بقية مائلة الحل لم تتغير عددها لم يتغير تغيرت قيم ام ومجالات هذه ام فقط ابنائي بعدما انهينا من هذه الحالة ابنائنا الان الى الحالة الاخرى ما زلنا مع المناقشة المائلة لان عندنا افل اثنان اكز زيد ام مربع ناقص ثلاثة حيث ام ينتمي الى ار نقول الحلول البيانية للمعادلة اكز اكز ام مربع ناقص ثلاثة هي فواصل نقطة قطر سي اف مع المستقيم تي ام ذو المعادلة اكز اكز زايد ام مربع ناقص ثلاثة اذا هنا كذلك نقول ماذا نلاحظ ابنائي نلاحظ ان تي ام هذا يوازي لنا كذلك تي اذا فالمناقشة مناقشة كيف هي مائلة مثل باقي الحالات التي تطرقنا اليها سالفا اذا يأتينا هكذا يميل او يوازي هذا الممس دائما مناقشة المائلة تكون عندها على قائمة الممس او المستقيم مقارب المائل اذا من هنا ونسعد الى غاية هنا اذا الحالة الاولى يكون عندنا من هنا ام مربع ناقش ماذا ناقش ثلاثة في هذه نقول واحد عندنا ام مربع ناقش ثلاثة اقل تماما من ناقش اثنان ننقل هذا الى هنا أي تصبح ني ماذا ام مربع اقل تماما من الواحد لماذا واحد لان هذا لما يأتي الى هنا صبح ناقش اثنان زائ ihm ثلاثة سيئنا واحد نجذر أي ماذا يصبح لنا جذر آم مربع أقل تماما من جذر واحد وهذا ماذا يعطينا يعطينا القيمة المطلقة لآم أقل تماما من واحد أي أن آم يكون ينتمي من ماذا من ناقص واحد إلى واحد لأننا درسنا القيمة المطلقة لما تكون أقلتا من آ فإن إكس محصور بين ناقص آ وآ للمعادلة حلان كيف هما متمائزان لماذا لأنها هو تقاطع وها هو الآخر بعدها أبناء لما ينطبق الآن هذا المستقيم ينطبق على هذا مباشرة فتكون عندنا في هذا المكان إذن فنقول ثانيا آم مربع ناقص ثلاثة يساوي ناقص ناقص ماذا ناقص إثنان لأنها هو ينطبق عليه ننقل هذا إلى هنا سبحانه أي أنه آم مربع يساوينا كم يساوي لنا واحد أي ماذا أي آم إما يساوي لنا واحد أو أو إذن نقول هنا آم يساوينا ناقص واحد للمعادلة حلا كيف هو مضاعفا أو قلت أو واحد يعني حل واحد ليس وحيد لأنه يمس نأتي الآن إلى الحالة الثالثة لما يكون المستقيم هنا يمر من هذا الأماكن يعني عندنا الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة إذن إذا سمينا هذه الأولى وهنا الثانية وهنا الثالثة فنقول أن آم مربع ناقص ثلاثة يكون أكبر ثم من ناقص اثنان ننقل هذا إلى هنا أي آم مربع أكبر من واحد نجذر أي نجذر أصبح أنا آم مربع تحت الجذر أكبر من جذر ماذا واحد هذا ماذا يعني يعني أن القيمة المطلقة لآم أكبر من الواحد ومنه يصبح لنا آم ينتمي من ناقص ملا نهاية إلى ناقص واحد اتحاد من الواحد إلى زائد ملا نهاية لا يوجد لا يوجد حلول لمن المعادلة أرجو قد فهمتم يعني هنا دائما هذه المناقشة حاولوا أن تكون على دراب قوانين القيمة المطلقة بعدما أنهينا من هذه الحالة نأتي الآن مع كذلك الحالة الأخرى للمناقشة المائلة F2X2XZ قيمة مطلقة لآم ناقص أربعة مع آم ينتمي إلىها الحل الحلول بيناية للمعادلة F2X2XZ قيمة مطلقة لآم ناقص أربعة هيا فوصل نقطة قطع CF مع مستقيم TM ذو المعادلة F2X2X2XZ زائد قيمة مطلقة لآم ناقص أربعة ماذا نلاحظ كذلك هنا نلاحظ أن TM يوازلنا T يعني مناقشة كيف هي مائلة لأن معامل توجيه حدثنا قلنا إنه ثابت هكذا تكون يوازلنا هذا المستقيم إذن من هنا ويبدأ بالصعود حلان 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 إلى غاية هنا أين هم الحلان؟ ها هو مثلا واحد وها هو الأخر حتى تفهموا جيدا إذن الحالة الأولى لما تكون القيمة المطلقة لآم ناقص أربعة في الحالة الأولى إذا سمينا هذه رقم واحد إذن واحد القيمة المطلقة لآم ناقص أربعة أقل تم ناقص اثنان لأنها هي ناقص اثنان هذا ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا القيمة المطلقة لآم أقل تماما من اثنان فإن آم أين يصبح لنا محصور ما بين الناقص اثنان والاثنان أو بصيقة أخرى آم ينتمي من ناقص اثنان إلى اثنان يعني مرة بي نكتبها بالمتبينة أو المجال كلاهما صحي للمعادلة عفوا نكتب للمعادلة ماذا حلان كيف هما متمائزان نأتي الآن إلى الحالة الثانية لما ينطبق هذا المستقيم هذا المستقيم الأزرق إذا نصبح لنا القيمة المطلقة لآم ناقص أربعة يساولنا ناقص اثنان ننقل هذا إلى هنا أي تصبح لنا قيمة المطلقة لآم تساوينا اثنان ومنه ماذا تصبح تصبح لنا إما آم يساوي ذلك العدد أو آم يساوي ناقص ذلك العدد هذه خواس قيمة المطلقة للمعادلة حلا مضاعفا لأن التماس أو واحد لأنه يمس نأتي الآن إلى المرحلة الثالثة التي هي لما يكون إذا المرحلة الثانية هنا المرحلة الثالثة يكون في هذه إذا نسمي المرحلة الثالثة لما تكون القيمة المطلقة لآم ناقص أربعة أكبر من ناقص اثنان ننقل هذا إلى هنا أي القيمة المطلقة لآم أكبر من اثنان ومنه آم يصبح ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص عفوا إلى ناقص اثنان اتحاد من الاثنان إلى زائد ما لا نهاية لا يوجد حلول لمن للمعادلة فقط أبنائي أرجو قد فهمتم هذه الأفكار بعدما أنهينا من هذه الحالة أبنائي نأتي الآن إلى الحالة الأخرى كذلك F لإكس يسعينا إثنان إكس زائد لغريتما أم حيث أم قيمة مجابة ماما لأن داخل اللغريتما نقول الحلول البيانية للمعادلة F هي فواصل نقطة قاطع CF مع المستقيم TM ذو المعادلة Y يسعينا إثنان إكس زائد لغريتما أم أن ماذا نلاحظ نلاحظ كذلك هنا أبنائي أنها ما إلى T أم يوازي T معناه لماذا لأن معامل التوجيه دائما متشابهان معناها العدد المضروف في الإكس متساويا معناه يأتيكم هكذا ويأتي يوازي هذا المستقيم الأزرق لأن لهم نفس معامل التوجيه انظروا كيف تفهمون ها هي معامل التوجيه العدد مضروف في الإكس إذن من هنا حلان حلان يعني تقاطعان تقاطعان إلى غاية هنا إذن نقول واحد اللغة رتم آم أقل ثم من ناقص إذن ندخل الأسية على كل طرف تصبح لنا أسية اللغة رتم آم أقل من أسية ناقص إذن إذا التقت الأسية مع اللغة رتم قلنا يذهب أي أن آم يصبح أقل من أسية ناقص إثنان للمعادلة حلان كيف هما حلان متمائزان نأتي الآن إلى المرحلة الثانية لما إذن المرحلة الأولى هذه أن اللغة رتم آم يكون أقل من ناقص إثنان ثم الحالة هذه رقم واحد الحالة الثانية اللغة رتم آم يساوي ناقص إثنان إذن هذه نسميها الحالة الثانية إذن نسميها قلت الحالة رقم إثنان إذن اللغة رتم آم يساوي ناقص إثنان ندخل أسية أي أن آم يساوي ناقص إثنان للمعادلة حلا مضاعفا أو ماذا أو واحد حتى نفهم جيدا ثم عندنا المرحلة الأخيرة المرحلة الأخيرة يكون من هنا فما فوق يعني لغة رتم آم أكبر من ناقص عفوا أكبر من ناقص إثنان إذا سميناها المرحلة الثالثة إذن لغة رتم آم أكبر من ناقص إثنان أي ندخل أسية أصبح آم أكبر من أسية ناقص إثنان لا يوجد إذن قلت لا يوجد حلول لمن للمعادلة لأن لا يوجد تقاطعات لما يكمل من هنا سيره هذا المستقيم بعدما أنهينا من الجزء الثاني اللي هو المناقشة المائلة نأتي الآن أبناء إلى الحال الأخيرة اللي هي المناقشة الدورانية إذن قال T M مستقيم ذو المعادلة A M X ناقص M مع أكيد هنا M وسيط حقيقي يعني ينتمي إلى R قال برهم أن جميع المستقيمة T M تشمل نقطة ثابتة يطلب تعيين إحداثيتيها لاحظوا جيدا هنا إذن نكتب هنا الجواب البرهان أن T M تشمل هذه حزمة المستقيمات تشمل نقطة كيف هي نقطة ثابتة إذا سميناها A ذي الإحداثيات X0 و Y0 لاحظوا وانتبهوا ما معنى أبنائي؟ معنى عندنا مستقيم هكذا ومستقيم هكذا ومستقيم هكذا ومستقيم هكذا كلهم مهما يتغير هذا M وجدنا نقطة ثابتة تشملهم كل هذه تشمل كل هذه المستقيمات إذن أولا نقول هكذا نقول A تنتمي إلى T M معنى ماذا أبنائي؟ معنى نأتي بمعادلة المستقيم فإن إحداثيات النقطة تحققها هذا هو الأصل معنى نأتي بهذه إلى هنا تصبح هنا X0 ونأتي بهذه إلى هنا Y0 ومنه ماذا تصبح تصبح لكم هكذا Y0 يسعي نستخرج M مع المشترك M في X0 ناقص واحد لاحظوا وانتبهوا أبنائي أي ننقل مثلا هذا إلى هذا الطرف سبحنا M في X0 ناقص واحد ناقص Y0 يسعي لنا الصفر متى تنعدم أو ينعدم كثير حدود حيث هنا المجهول المجهول في هذه الحالة حتى نفهم أو المتغير نقول المتغير أفضل المتغير نكتبه بخط أوضح المتغير في هذه المعادلة هو يا أبنائي ليس X أو Y إنما هو M ومنه ماذا نقول هكذا ينعدم ينعدم كثير حدود إذا شرط إذا إن عدمت ماذا معاملات ماذا حدود يعني ماذا أبنائي معناه إذا انعدم هذا الجزء وهذا الجزء فإن مهما كان قلت مهما كان هذا أهم يتغير فإن المعادلة تذهب إلى الصفر إذا نصبح لنا هكذا معناه نقول أي أفول أي X صفر ناقص واحد يساوي الصفر و ليس أو و ناقص Y يساوي صفر تخيل إذا هذا أخذ صفر وهذا أخذ صفر مهما كان هذا آم فإن المعادلة تذهب إلى الصفر ننقل هذا إلى هنا سبحان X صفر ماذا يساوي يساوي لنا واحد و ناقص Y صفر يساوي صفر فإن Y صفر ماذا يسبح يسبح لنا صفر ومنه جميع إذا قلت ومنه جميع المستقيمات TM تتقاطع أو تشمل تشمل نقطة ثابتة آم إحداثيها واحد سفر وها هي أمامكم هنا ها هي كما أشير في هذا المكان يعني يوجد لنا جميع المستقيمات تشمل لنا النقطة مهما تغير لنا تلك الوسيط هذا هو المقصود ونجده كذلك في بعض تمانين خاصة بالدول بين أن جميع المنحية تشمل نقطة أو نقطتين ثابتين بنفس السيغة إذن ها هي تلك النقطة في هذا المكان وهذا السؤال لما نجده نعلم أن تلك المناقشة دورانية يكون المستقيم الدور في هذه النقطة يدور نأتي بعد أبناء إلى المناقشة إذن عندنا أولا F لإكس سألنا أم إكس ناقص أم حيث أم ينتمي إلى أر نقول إذن هنا إنها مناقشة دورانية لماذا لأن معامل التوجيه هو الذي يتغير ها هو أمامكم إذن لما نجد معامل التوجيه يعني العدد المضروف في هو فيه الوسيط نعلم أنها مناقشة دورانية ركز نقول هكذا مثل الأمر الأولى الحلول البيانية للمعادلة من هي المعادلة F لإكس تساوي لنا ماذا نستخرج أم هنا عامل مشترك أفضل نستخرج هنا أم عامل مشترك فصبحنا أم في إكس ناقص واحد هي ماذا هي فواصل النقط ماذا تقاطع ماذا CF مع المستقيم من هو المستقيم TM ذو المعادلة Y ماذا يساوي أبنائي يساوي أم في إكس ناقص واحد والآن هذه قد أجبنا عليها السؤال الذي قبله فإنها مناقشة في هذه النقطة مناقشة دوارانية إذن مناقشة دوارانية كما تعلمون أن نناقش يا أبنائي وفهموا جيدا حسب معامل التوجيه معناه هذا اسمعوا جيدا هذا يمكن كتابته على هذا الشكل لاحظوا إثناني إذن هذا قلت يمكن كتابة إثناني في ماذا في أم هكذا آم ناقش واحد حتى تلاحظها بأم أعينكم ها هو تلك آم إذن مناقشة دوارانية قلت أبنائي علينا أن نأتي بنقطة الدواران من هنا وننطرق من ناقش من ناقش ونبدأ بعمل الدواران انظر ها هو بدأ أي دور كم يجد لنا الآن من تقاطع يجدنا تقاطع واحد ها هو دائما نكمل به التمرين إذن ها هو ثم إذن نبقى نظر تقاطع واحد 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 اسمعوا جيدا إلى غاية هنا يعني من أين انطلقنا حتى تفهموا الفكرة جيدا أبنائي ولا تخذيت عليكم انطلقنا من ناقش ملنية يعني معامل التوجيه في الناقش 90 يكون ناقش ملنية إلى غاية هنا هذه الحالة الأولى إذن نقول واحد ماذا أبنائي إذن نقول أم أقل أو يساوي لنا ماذا الصفر يعني انطلق من هنا إلى غاية هنا يكون لنا تقاطع واحد عند النقطة نقول للمعادلة حلنا وحيدا يا أبنائي أرجوكم انتبهوا المناقش الدورانية تختلف عن الأخرى المناقش الدورانية أن عندنا نقطة ندور فيها يعني هنا في هذا المكان عند النقطة وننطلق بعملية الدوران كم يجد لنا من تقاطع ناقص لما نكون ناقص 90 ما نهي ناقص من النهاية إذن هكذا تقاطع واحد واحد عند النقطة أر فقط عند واحد عند أ عند أ إلى غاية أن ينطبق على هذا المكان المستقيم من أفوق كم هو معامل التوجيه هو معروف أنه صفر ثم الآن يكمل عملية الدوران انظروا بمعانكم كم يصبح لنا من تقاطع يجد لنا تقاطع عن ها هو واحد وها هو الآخر إلى غاية ماذا اسمعوا جيدا إلى غاية أن ينطبق على ماذا على الأزرق آن لما ينطبق اسمعوا انظروا آم كم يصبح آم يصبح لنا إثنان إذن المرحلة الثانية يكون من هنا إلى غاية هنا إذا سميناها المرحلة الثانية يعني ثانيا يكون لنا آم يعني معامل التوجيه ما بين الصفر إلى غاية الثنان للمعادلة حلان كيف هما متمائزان أرجو قد فهمتم الآن ينطبق لما يأتي لينطبق عليه يعني يصبح لنا ينطبق الأزرق على الأسود هكذا اسمعوا سوف ننطبقه أمامكم ها هو أمامكم انطبق عليه انظروا إلى آم كم يصبح ها هو لحظتم إذن ثالثا آم يساين كم إثنان للمعادلة حل مضاعفا يا أبنائي لماذا مضاعفا لأنه قلت يمسه هنا يوجد لنا نقطة تماس في هذا الموضع أو بالأحرى نقول أو حلا واحدا أن قلت وأعيد كلمة يقطع ليس هي كلمة يمسه ثم بعدها أبنائي نكمل الآن المرحلة الأخيرة المرحلة الأخيرة ها هو يزيد في عملية الدورة انظروا ها يوجد لنا تقطعات أم لا إنها توجد أبنائي انظروا ها هو واحد وها هو الآخر لاحظتم ها هو واحد نقطة في الدورة وها هو الآخر إذن نقول رابعا أم يعني معامل التوجيه يكون من أين من هنا إذن من هنا إلى غاية زائد ما لا نهاية إذا سميناها المرحلة الرابعة ورحلة المرحلة الثالثة إذن لما يكون ينطبق عليه يعني أم يسايلنا ناقص إثنان عفوا أم يسايلنا إثنان نعتبر إذن نقول أم أكبر من الإثنان للمعادلة حلان كيف هما متمائزان لماذا؟ لأنها هو تقاطع وها هو تقاطع آخر حتى لا يقول أحدكم ماذا حدث يا أستاذ إذن كم يوجد لنا من مرحلة؟ يوجد لنا ثلاث أربع مرحل من ناقص ملنية إلى صفر ومن الصفر إلى الاثنان والاثنان ومن الاثنان إلى زائد ما لا نهاية فقط أبنائي بعدما أنهينا من هذه الحالة أبنائنا تلآن إلى الحالة الأخرى كذلك ف لإكس يسوي لنا القيمة مطلقة لآن في إكس ناقص واحد مع آم ينتمي إلى الحل الحلول البيانية للمعادلة ف لإكس سينا آم في إكس ناقص واحد هي فواصل نقط تقاطع سي آف مع المستقيم تي آم ذو المعادلة إجلاء يسوينا القيمة مطلقة لآن في إكس ناقص واحد هنا ما طبيعة أبنائي كذلك هي مناقشة كيف هي دواء مناقشة كذلك مناقشة كيف هي دورانية كيف عرفت أن معامل التوجيه هذا يتغير إذن هذا يا أبنائي يتغير إذا كان معامل التوجيه يتغير فنقول أنه دورانية أن يقول أحدكم أين تدور يا أستاذ الذي غابت عليه كل شيء يعطي قيم لآم مثلا نعطي لآم ونعطي له صفر تعالوا ماذا تصبح سبحانا يجراج يسوينا صفر في إكس ناقص واحد أي أن يجراج يسوينا صفر إجراج يسوي صفر ها هو أمينكم محور الفواصل نأتي الآن الحالة الثانية إذا عطينا لآم عطينا هو واحد فيصبح هنا يجراج يسوي إكس ناقص واحد إكس ناقص واحد ها هو ها هو إكس ناقص واحد لاحظتم أين تتقاطع تلك النقاط ها هي إذن هكذا أعيد حتى تفهموا بأم عينكم وأشرح به هكذا إذا جئنا إلى المستقيم الأول ها هو المستقيم الثاني أين يكون يكون لنا في هذا هكذا عفوا يكون لنا هكذا ها هي نقطة دوران قد وجدناها أين هي نقطة دوران ها هي أم لكم حتمها كيف عرفت أن نعطي قيمتين لآن فقط أعطيت لي آم واحد وأعطيت لي آم صفر ورسم فيما نسمي في المسودة فوجدت أو نستعمل الجواب الذي استعملنا في الحالة الأولى أن نبين أن جميع المستقيمات تشفوا النقطة واحدة إذن لكن هنا لا ننسى أبنائي أن عندنا القيمة المطلقة قيمة كيف هي مجابة يعني مستحيل أن ننطلق من ناقص من النهاية إلى الزائد من لا إنما ننطلق من نصف المجال لأن معامل التوجيه في هذه الحالة لا يمكن أن ننطلق من ناقص من النهاية إلى صف لماذا أن القيمة المطلقة كيف هي مجابة فعملية الدوران لا تكون من ناقص من إحذار لأن معامل توجيه مجب فننطلق من هنا ثم فوق إذن الحال رقم واحد القيمة المطلقة لآم يساوي لنا السفر هكذا السفر أي آم يساوي القيمة المطلقة لآم تساوي السفر إن آم يساوي السفر للمعادلة المعادلة حل لنا وحيدا أين هو تلك عند النقطة آه إذن لقم واحد إذن الحالة الأولى هذه الحالة الثانية إذن قلت لما تجدوا قيمة المطلقة لا تنطلقوا من نقسمها لأن هل يمكن أن نقوم القيمة المطلقة لآم أصغر أو يساوي لنا السفر هذه محققة إلا عند السفر فقط لهذا عليكم أن تنطلقوا من السفر فما فوق بعدها نأتي الآن إلى عملية الدوران ها هو بدأ عملية الدوران انظروا ها هي عملية الدوران حل لاحظوا حلان 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 يعني لماذا حلان لأن نقطة الدوران عليكم أن تحسبوها ها هي فيها تقاطع إذن حلان إلى غاية هذا المكان يعني إلى غاية هنا الحالة الثانية إذا سمينا هذه الحالة الأولى الحالة الثانية من هنا إلى هنا هذه رقم اثنان فنقول هكذا ثانيا القيمة المطلقة لآم تكون ما بين السفر ما بين السفر والإثنان أن معامل التوجيه في هذا المثال هنا انظروا كم هو معامل التوجيه ها هو أخوكم إنه الاثنان إذن أي هنا ننزع القيمة المطلقة فاصبح لنا آم ينتمي من ماذا من ناقص اثنان إلى صفر اتحاد من الصفر إلى الاثنان للمعادلة حلان عفوا للمعادلة قلت حلان متمائزان بعدها الآن ينطبق عليه ينطبق عليه الحالة يعني القيمة المطلقة لآن تصبح لنا كم اثنان إذن لما ينطبق عليه نقول ثالثا القيمة المطلقة لآن تساوينا اثنان أي آم إما يساوينا اثنان أو آم يساوي ناقص اثنان للمعادلة حلان مضاعفا أو واحد ثم ثالثا رابعا آم إذا أكمل عملية الدوران اسمعوا جيدا عملية الدوران هل يوجد تقاطعات أخرى نعم تصبح لنا في الأسفل ها هي التقاطعات الأخرى حتى لا يقول لحدكم أين ذلك الكلام ها هو واحد وها هو الآخر يقول لحدكم لك القيمة مطلقة لا قيمة مطلقة تتعلق بي معامل التوجيه ليس بالتقاطعات إذن إلى غاية ماذا؟ إلى غاية تسعون درجة إلى غاية أن يصبح في هذا الموضع إلى غاية هنا إذن نقول القيمة مطلقة لآن تكون أكبر ثم من الاثنان إذن الحالة الثالثة من هنا إلى غاية زائد ملا نهاية هذه المحاكم أنا مالحلة الرابعة إذن أي إذن نزعنا القيمة مطلقة أصبحنا آم ينتمي من ناقص ملا نهاية إلى ناقص اثنان اتحاد من الاثنان إلى زائد ملا نهاية للمعادلة حلا كيف هما متمائزان فقط أرجو قد فهمتم الفكرة أبنائي بعدما أنهينا من هذه الحالة أبنائي نأتي الآن كذلك إلى الحالة الأخرى F لإكس سيونة لغاية في إكس ناقص واحد حيث أم أكبر ثم من الصفر نقول الحل الحلول البيانية للمعادلة F لإكس سيونة لغاية في إكس ناقص واحد هي فواصل نقاط تقاطع C F مع المستقيم T M ذو المعادلة ما هي إجراج سيونة لغاية في إكس ناقص واحد هنا كذلك دوار إذن هنا دوارانية في ماذا في A إذن هنا كذلك في A أبنائي مباشرة ننطلق بهذا المستقيم الدوار ونأتي به هنا وننطلق من هنا هكذا لا نقول من الصفر إنما اللغة التمية اللغة التمية يليد القيام السليبة قلت ليس في بطنه السليبة لكن يليد القيام السليبة إذن ننطلق من هنا أولا من هنا إلى غاية هنا هذه المرحلة الأولى يعني نقول واحد اللغة التمية أم أقل أو يساعدنا السفر يعني حتى ينطبق من هنا هكذا حتى يصبح يساعدنا كم السفر هنا إذن نقول ندخل أسية نصبح هنا أسية لغة التمية أم أقل أو يساعدنا من أسية عفوا من أسية سفر نعم نصبح هنا أم أقل من الواحد للمعادلة حلا وحيدا لماذا لا يوجد تقاطع وحيد بعدها أبنائي نأتي الآن لنكمل عملية الدور ننظر بأم عينكم يصبح هنا كم تقاطعان تقاطعان ها هو ما زال يدور تقاطعان 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 إلى أن يمطبق على المستقيم الأزرق يعني هنا المرحلة الثانية من هنا إلى هنا هذه المرحلة الثنان فنقول ثانيا اللغة لتم أم محصور ما بين الثنان والصفر لأن هنا معامل توجي كم يصبح لنا يصبح لنا إثنان ندخل الأسية أي أن يصبح محصور بين الأسية مربع و واحد لأن أسية لما ندخل الأسية هنا وأسية هنا أسية سمركن هي واحد للمعادلة حلان كيف هما متمائزان الآن لما ينطبق عليه إذن قلت لما ينطبق عليه مباشرة هكذا آم كم يصبح لنا يصبح لنا إثنان لنقول ثالثا اللغة لتما آم يصبح لنا إثنان ندخل الأسية نصبح لنا آم يصبح لنا مربع للمعادلة حلا مضاعفا مضاعفا كذلك قلت أو واحدا ثم نأتي الآن إلى المرحلة الرابعة والأخيرة إذن لما يكمل هنا عملية الدورة انظروا ها هو بدأ دور كم يجد من تقاطع يوجد لنا تقاطعا ها هو واحد وها هو الآخر من هنا إلى غاية زائد مال نهاية إذن وهنا عندنا اللغة رثمة في هذه الحالة آم يصبح لنا إثنان إذن المرحلة الأخيرة اللغة رثمة آم أكبر من إثنان أي آم أكبر من الأسية مربع للمعادلة ماذا حلا كيف هما متما يزان لأن يوجد لنا تقاطعان ها هو واحد وها هو الآخر فقط بعدما أنهينا من هذا المثال أبنائي نأتي الآن إلى المثال آف لإكس يسعين آم مربع في إكس ناقص واحد إذن عندنا كذلك هذه دورة نية لأن معامل التوجيه يتغير نقول الحل الحلول البيانية للمعادلة آف لإكس سعين آم مربع في إكس ناقص واحد هي فواصل نقاطع سي أف والمستقيم تي أم ذو المعادلة غيغراج يسعين آم مربع في إكس ناقص واحد كذلك هذه دورة نية أبنائي مثل بقية الأمثلة السابقة وننطلق من هنا ونبدأ بعملة الدوران لماذا أبنائي لأن عندنا آم مربع شيء مجب إذن أولا ننطلق لما يكون في معامل التوجيه كم يساوي يساوي لنا فنقول واحد آم مربع يساوي لنا صفر أي آم كم يساوي يساوي الصفر للمعادلة حل وحيدا لأن يجد لنا التقاطر وحيد ها هو بعدها أبنائي يكملوا عملية الدوران انظروا الآن يصبح لنا تقاطعان لاحظوا تقاطعان تقاطعان دائما يدور في النقطة آ إذن ها هو يدور تقاطعان تقاطعان لاحظوا بأمعانكم إلى غاية أن ينطبق على ماذا ينطبق على هذا إذن حتى قلت ينطبق على المستقيم الأزرق إذن مرحلة الأولى إذن قلت المرحلة الأولى هي المرحلة لما في هذا المكان ثم المرحلة الثانية تكون من هنا إلى هنا إذا سميناها المرحلة الثانية إذن نقول ثانيا آ مربع يكون محصور ما بين الإثنان والصفر لماذا الإثنان لأنه سوف يكون بالمطابقة انظروا دائما إلى المستقيم بالمطابقة يكون هذا ما هذا حتى تفهموا الفكرة جيدة إذن هنا ما علينا إلا أن نجذر الطرفين أي تصبح آ مربع تحت الجذر ومن هنا الجذر صفر تحدثنا قلنا آ مربع تحت الجذر لما نجذره لما نجذر آ مربع تصبح لنا هكذا تصبح لنا القيمة المطلقة لآ أقل من جذر من جذر قلت من جذر اثنان وأكبر من الصفر أي هنا نعود إلى نقول أي آ يصبح مثل ما قلنا من ناقص اثنان إلى الصفر اتهاد من ناقص جذر اثنان أعذروني إجازكم الله خلال إذن نقول اسمعوا جيدا من ناقص جذر اثنان إلى الصفر اتهاد من الصفر إلى جذر اثنان للمعادلة حلان كيف هما متمايزان ثم نأتي الآن إلى المحر الثالث لما يكون عندنا هنا ينطبق يكون لنا آ مربع كم يساوي يساوي إثنان إذن نقول ثانية ثالثا عفوا ثالثا آ مربع يساوي إثنان أي ماذا أي آ يساوي الجذر اثنان أو إذن أو يساوي ناقص جذر اثنان للمعادلة حلا مضاعفا أو واحد بعدها أبنائي ها هو الآن يكمل عملية الدوران انظروا ها هو يكمل عملية الدوران أمامكم كم أصبح يختار من مرة أصبح مرتين واحدة هنا والأخرى هنا إلى غاية ماذا إلى غاية أن يصبح في هذا المكان يعني يكون مرحلة من هنا إلى زائد ما لنا إذا سمعناها المرحلة الرابعة نقول رابعا أن مربع يكون أكبر من إثنان نجذر أي تصبح آم مربع تحت الجذر أكبر من جذر إثنان أي القيمة المطلقة لآم أكبر من جذر إثنان إذن جذر إثنان ومنه يصبح لنا آم ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص جذر إثنان هكذا مفتوح اتحاد من جذر إثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية نقول إثنان كيف هما متماه إذن فقط أبنائي أرجو قد فهمتم الحالات الأربع وفي الأخير أبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو إن لم تفهموا شيء أعيدوا في تلك النقطة ودائما أنصحكم بدرس ما نسميه القيمة المطلقة حتى تتعلموا إلى هذا الشيء وفي الأخير أبناء لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة ولا في الترحم على الرحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا